السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا يحدث للزهب الايام القادمة? وافضل وقت للشراء? واسعار الزهب اليوم السابت اربع يونيو الفين اتنين وعشرين في محلات السارة بمصر. من وجهة نظر معظم الخبراء انهم بيتوقعوا هبوط للزهب الايام القادمة قبل وبعد اجتماع الفيدرالي. لكن مش هيكون بنفس القوة اللي شاهدناها في الاجتماع الاخير من حوالي شهر تقريبا. يعني متوقع هبوط الزهب لمستويات ما بين الف وتمانمية الف سبعمائة وخمسين دولار. ده لان في بعض التغيرات المرتبطة بقوة بالاجتماع القادم اربعة عشر وخمستاشر يونيو. وهي التصعيد بين امريكا والصين والتوترات والتطورات المرتبطة بالحرب الروسية الاوكرانية. واهم واختر تخوف هو التضخم على الاقتصاد العالمي والامريكي. وده طبعا هيكون في صالح الدهب ويؤدي الى ارتفاع الدهب مرة تانية. وده افضل وقت يعتبر لشراء الدهب على الرغم من ان الفيدرالي حدش يضمن ويعرف ايه بكرة اللي حيحصل. خصوصا زي التصعيد والازمات اللي بنشوفها بين روسيا واوكرانيا والصين وامريكا. فاللي حابب يشتري دهب ممكن يشتري بجزء من فلوسه. ولو انخفض تاني في الاجتماع اللي بعد كده. ممكن يشتري تاني ويستفاد بافضل متوسط سعر لشراء الزهب. هذا والله اعلى واعلم. وبالنسبة للعصار النهاردة فالبورصة ارلقت عند مستوى الف وتمانمية وخمسين دولار. بتراجع الاصار الزهب في مصر حوالي سلسة جنيهات. ليسجل عيار اربعة وعشرين الان. الف مئة وخمسين جنيه الجرام. عيار واحد وعشرين الف وعشر جنيه. عيار تمانتاشر تمنمية ستة وستين جنيه وسجل الجنيه.